حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافعي بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشاهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يدك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج وقال حجاج وتقنع يديك حدثنا حجاج قال سمعت شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس من أهل مصر عن عبد الله بن نافعي بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى فذكر مثله حسنى هارون بن معروف حدثنا ابنه بن أخبراني الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران عن عبد الله عن ربي عطا بن الحارث عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشاهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتساكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب يا رب ثلاثا فمن لم يفعل ذلك فهي خداج قال أبو عبد الرحمن هذا هو عندي الصواب حسنى هارون بن معروف أخبراني ابن وهبن أخبراني يزيد بن عياض عن عمرانا بن أبي أنس عن عبد الله بن نفعي بن أبي العمياء عن المطالب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وإذا صل أحدكم فليتشاهد في كل ركعتين ثم ليلحي في المسألة ثم إذا دع فليتساكن وليتبأس وليتضعف فمن لم يفعل ذلك فذاك الخداج أو كالخداج حسنى حجاج بن محمد أخبراني شعبة عن عمر بن دينار عن عمر بن أوسين عن رجل حدثه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال نادم نادي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطر ألا صلوا في الرحالي حدثنا حجاج بن محمد قال شعبة أخبراني عن عبد ربه بن سعيد عن عمرنا بن أبي أنس من أهل مصر عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشاهد وتصليم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن ابن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشاهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خدثنا شعبة أخبراني 2. فقلت صلاته خداته فقلت صلاته 1. قال نعم فقلت لهما 1.ٍ جداً بطأي اريده اشتركوا في القناة